اشتركوا في القناة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه والتي جاءت تخليدا وتقديرا لمكانته الكبيرة وللدور التاريخي الرائد الذي اطلع به في استكمال مقومات الدولة الحديثة في البحرين فهذه الجائزة ذات الطابع العالمي تمنح كل سنتين لأفضل إنجاز في خدمة الإنسانية وتسعى إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل من خلال علمهم وعملهم الدؤوب المتفاني والمبتكر الذي يساعد في استعادة الثقة بالروح الإنسانية الخيرة وفي تحقيق عالم أفضل إنسانيا لأجيال المستقبل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تأسست بهدف خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي وأيضا جاءت لتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم الجائزة تمنح إلى الأفراد والجهات التي سخرت جهودها من خلال مبادراتها الإنسانية وجهودها الدؤوبة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية يتم اختيار المرشحين من قبل لجنة التحكيم التي تقوم بدراسة وتقييم أعمال كل مرشح ساهمت جهوده في إحدى المجالات الإنسانية التي تشمل الإغاثة والتصدي للكوارث التعليم خدمة المجتمع الحوار بين الحضارات تعزيز التسامح الإنساني وتعزيز السلم العالمي والتحضر المدني والعناية بالبيئة والتغير بالمناخ وأيضا الإنجاز العلمي والتخفيف من وطأة الفقر يحصل الفائز بالجائزة على شهادة الجدارة وميدالية ذهبية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره مليون دولار أمريكي ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في كل دورة عبر موقع الجائزة الإلكتروني وفي وسائل الإعلام المختلفة وتسلم للفائز في احتفالية كبرى يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وراءه هذه الجائزة وغيرها من المبادرات السامية التي ترعاها مملكة البحرين هي غيظ من فيض سعي البحرين إلى رفض جميع الجهود النبيلة لخدمة الإنسانية في كل مكان بالعالم ترجمة نانسي قنقر